بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم أحبة الصغار وأشد الترحيب في قصة جديدة من قصة الأنبياء قصة سيدنا داود عليه أفضل الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كن له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هذه الآيات 17 و18 و19 و20 من سورة صعد أحبة الصغار لقد كان سيدنا داود عليه السلام عبدا خالصا لله وهنا يا أحبة الصغار فداود عند العبريا عند بني إسرائيل يقولون داويد وداويد تعني المحبوب إذن داود عليه السلام داويد المحبوب كان عبدا خالصا لله كان مخلصا لله عز وجل آتاه الله ماذا؟ آتاه العلم والحكمة وجمال وحسن الصوت فكان عندما يسبح تسبح الجبال والطيور معه سبحان الله كان صوته حسنا وكان دائما تسبح وكان لجمال صوته حتى الجمال الجبال تسبح وحتى الطيور كذلك تسبح معه يا للروعة وقد جعل الله عز وجل ملك داوود عليه السلام قويا عظيما يخيف الأعداء حتى بغير حرب وجعله الله عز وجل منصورا على أعدائه دائما فسيدنا داوود عليه السلام قد جمع بين الملك والنبوءة سبحان الله كان ملكا ونبيا في نفس الوقت وللإشارة فسيدنا داوود عليه السلام قد أنجم لنا سيدنا سليمان عليه السلام فنجل سيدنا سليمان عليه السلام نجل سيدنا داوود عليه السلام هو سيدنا سليمان عليه السلام سبحان الله فقد اشترك في القوة والعظم داوود عليه السلام كان قويا عظيما وسليمان عليه السلام كذلك كان قويا عظيما وقوة سيدنا داوود عليه السلام يا أحبة الصغار ظهرت منذ صباه منذ أن كان صبيا قبل أن يصبح ملكا ونبيا منذ أن كان صبيا خرج لجيش جالوت عندما جاء جالوت محاربا لبني إسرائيل وقف جالوت الملك وقف وقال من يبارزني ولم يستطع أحد أن يخرج غير سيدنا داوود عليه السلام كان حينها لا زال صبيا ولم تكن لديه إلا خمسة أحجار وقلاع فرماه بالقلاع فأسقطه أرضا فقتله سبحان الله ومن ثم أصبح ملكا عليه أفضل الصلاة والسلام إضافة إلى كل هذا يا أحبة الصغار فسيدنا داوود عليه السلام كانت له عبادة محبوبة عند رب العزة وقد قالها عنه سيدنا وحبيبنا ومصطفانا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال أن خير العبادة عبادة سيدنا داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك على مدار الظهر يعني على مدار السنة كان سيدنا داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما كما أنه كان يسبح بالأصحار ويستغفر بالأصحار وكان يقيم الليل كذلك سيدنا داوود عليه السلام كان معروفا بقيام الليل حيث أنه كان ينام لمنتصف الليل ويقوم تلته ويرجع ينام سدسا الليل إذن كان كثير الصوم كثير الاستغفار وكثير التسبيح وقيام الليل سبحان الله وأشهر قصة يا أحبة الصغار ذكرت عن سيدنا داوود عليه السلام هي قصة الخصيمين الشخصين الذين تخاصموا والتجأوا إلى سيدنا داوود عليه السلام وكان أمر الخصام بينهما مسألة التسع والتسعين ناجا حيث أننا نجد أن سيدنا داوود عليه السلام قد فوجئ يوما وهو في محرابه باثنين من الرجال قد قفزا من على صور المحراب وقال أحدهما له إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وقال أعطيها لي قال له إن هذا أخيه والأخوة هنا ليست بمعنى أن أخوه من الأبي والأم وإنما فقط يعني هذا شخص وأنا شخص يعني هذا سيد وأنا سيد هذا رجل وأنا رجل نحن رجلان نتخاص مال فأنا لي تسع وتسعون نعجة قال له أنا لي نعجة واحدة وهذا له تسع وتسعون نعجة وقال لي أعطني تلك النعجة الوحيدة التي أملكها فقال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ثم أدرك سيدنا داود عليه السلام أنه أخطأ إذن هنا عندما قال له أن هذا له تسع وتسعون نعجة وأنا للعجة واحدة فطلبها مني إذن هنا ماذا قال سيدنا داود عليه السلام قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه يعني هو لديه 99 نعجة فلماذا يأخذ نعجتك الوحيدة التي تملكها إلا أن سيدنا داود عليه السلام هنا قد أخطأ لأنه تسرع يعني أنه حكم دون أن يطلب أو دون أن يستمع للطرف الآخر فالتحكيم يفرض الاستماع للطرفين فقد كان عليه أن يستمع للرجل الآخر فربما كان صاحب 99 نعجة معه حق وعند ذلك يا أحبة الصغار سجد داود عليه السلام لله عز وجل والصغفر لربه والحكمة يا أحبة الصغار من ذكر هذه القصة عن سيدنا داود عليه السلام وتبيان أن سيدنا داود عليه السلام لم يكن معصوما من الخطأ فالخطأ وارد يا أحبة الصغار يعني أنه لم يكن معصوما من الخطأ لقد أخطأ كما أخطأ أنبياء آخر فقد رأينا مؤخرا أن سيدنا يونس عليه السلام كذلك أخطأ عندما تسرع وخرج من القوم من قبيلة نينوة قبل أن يأمره الله عز وجل بالخروج ورأينا أنه عندما خرج قومه ألهمهم الله التوبة وتاب إذن فوجد نفسه عندما خرج يعني ابتلاه الله عز وجل بأن ابتلعه الحوج وبعد ذلك استغفر وسبح 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 فنجاه الله عز وجل من ذلك الحوج وعندما عاد إلى قومه وجدهم أنهم قد سبق لهم وقد تابوا إذن هنا يا أحبة الصغار فقد تسرع كذلك هنا سيدنا داود عليه السلام قد تسرع لأنه حكم على الشخص الذي جاءه بسؤاله دون أن ينصس للأخر إذن فكان عليه ليحكم بينهما أن ينصس للطرفين إذن إلى هنا يا أحبة الصغار سنتهي قصتنا قصة سيدنا داود عليه أفضل الصلاة والسلام أشكركم جزيلا الشكر على حسن الإصغاء والتتابع أرجو منكم إن أعجبكم هذا المقطع أن تدعموه بالإعجاب وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتي فأرجو منكم أن تشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم جديد القناة أشكركم جزيلا الشكر وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته